بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة السادسة وظيفة التمويل أو الإدارة المالية أولا مفهوم وأهمية وظيفة التمويل يقصد بوظيفة التمويل أو الوظيفة المالية مجموعة الأنشطة المرتبطة بالأموال وهذه الأنشطة تتعلق بتدبير احتياجات المشروع من الأموال واستخدامها الاستخدام الأمثل وتهدف الوظيفة المالية بصفة أساسية إلى تحقيق التوازن بين هدفين رئيسيين هما السيولة والربحية ويقصد بالسيولة إمكانية تحويل الشيء لأصل المتاح للمنشأة إلى نقدية بسرعة وبأقل خسارة ممكنة بل وبدون خسارة إذا أمكن ذلك لذا فإن النقود تعتبر أكثر الأصول سيولة أما الربحية فيقصد بها العائد الذي تدره الأصول سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر وتعد الإدارة المالية وظيفة كباقي الوظائف الرئيسية للمنظمة كالإنتاج والأفراد والتسويق وهي تحتل الوزن نفسه أو الأهمية نفسها التي تحتلها هذه الوظائف وتختص هذه الوظيفة بالمهام المالية المختلفة ولذلك تعرف الإدارة المالية بأنها ذلك النشاط الذي يختص بالتخطيط والتنظيم والمتابعة لحركتي دخول وخروج أموال منظمة بموجب الموائمة بين اعتباري عائد الاستثمار وتكلفة تدبير الأموال لتحقيق مستوى الربحية تناسب ورغبات الملك ويعد هذا التعريف شاملا لأنه يأخذ في حسبانه الاعتبارات التالية واحد الإشارة إلى أن الإدارة المالية وظيفة إدارية لا تقل أهمية عن باقي الوظائف في المشروع الأخرى اثنين أن هذه الجهة تمارس انشطتها لدارية الواجبة بما تتضمنه من واحد التخطيط المالي حيث التخطيط للتدفقات النقدية التي تدخل للمنظمة وهي المتحصلات والتدفقات التي تخرج منها وهي المدفوعات بما يفيد بأن الإدارة الجيدة للأموال لا تترك لتمارس ارتجاليا وإنما يستلزمها التخطيط المسبق لتحديد الإجراءات التي تضمن تناسق حركتي القبض والإنفاق للأموال بشكل يجنب المنظمة من التعرض لحالات العسر النقدي بمخاطرة وبما يسمح في الوقت نفسي بتحقيق مستوى الأرباح المستهدفة اثنين التنظيم المالي يقصد به التنسيق بين جهود العاملين في هذه الإدارة المتخصصة وبين جهود المسؤولين بالإدارات الأخرى التي لها علاقة بالشؤون المالية تجنبا للإزدواجية أو التدخلات التي يمكن أن تنشأ بين هذه الإدارات بما يكفل أداء عمليات الإنتاج بيسر بأدنى قدر من المشاكل والعقبات ثالثا الرقابة المالية إن المتابعة الدائمة لحركتي الإنفاق للأموال التي تتحملها المنظمة بشأن شراء مستلزمات نشاطها الإنتاجي سواء من وصول أو مصرفات تشغيل مباشرة ضرورة واجبة حرصا على الأموال من التسيب والإسراف وكذلك الرقابة على جباية الأموال سواء من المبيعات أو الحسابات المدينة فهي أيضا ضرورة حتمية جدا لاحتمالات التهاون في إجراءات تحصيل مستحقات المنظمة النقدية والآجلة من طرف الغير مما سبق نخلص إلى أن الإدارة المالية تقوم بنوعين من المهام هما مهام إدارية تتمثل في التخطيط والتنظيم والرقابة المالية اثنين مهام وظيفية أو تخصيصية وهي التي تتمثل في كل من ألف توفير السيولة النقدية اللازمة للإنفاق والسداد لمستحقات الدائنين في المواعيد المحددة دون أدنى تأخير با تحقيق الربحية بالمستويات المستهدفة أهداف الإدارة المالية إن هذه الوظيفة أو هدف هذه الوظيفة في المنظمات الاقتصادية على اختلاف أحجامها وأشكالها القانونية وأنشطتها الاقتصادية يتمثل في تعظيم صافي القيمة الحالية لثروة المساهمين من مالكي المنظمة وهذا الهدف هو في حقيقته هو غاية المدير المالي في كل مهامه والذي يحرص على بلوغه من خلال تحقيق أقصى معدلات للعايد على الاستثمارات كذلك هناك هدف آخر للإدارة المالية لا يقل أهمية على الهدف السابق وهو محاولة الوفاء بأعباء المسؤولية أو الوظيفة الاجتماعية الأنشطة والقرارات المالية أولاً الأنشطة المالية تتضمن وظيفة التمويل عدداً من الأنشطة التي يمكن أن نطلق عليها الأنشطة المالية ومن هذه الأنشطة ما يلي واحد تحديد احتياجات المشروع من الأموال اثنين تدبير الأموال اللازمة للوفاء باحتياجات المشروع لها ثالثاً استخدام واستثمار الأموال في المجالات المختلفة التي تحتاج إلى تمويل رابعاً القيام بالعمليات المتعلقة بصرف والتحصيل الأموال خامساً القيام بالعمليات الخاصة بالحسابات عامة وحسابات التكاليف على وجه الخصوص سادساً الأنشطة المتعلقة بحسابات الضرائب وسدادها أو الطعن في التقديرات الخاصة بالضريبة سابعاً وضع سياسات الاعتمان والتحصيل ثامناً التأمين على الممتلكات الخاصة بالمشروع وأخيراً العمليات المتعلقة بالخزينة أو الصندوق باء القرارات المالية نظراً لمهمة المدير المالي فيما يتعلق بالحفاظ على رأس المال من مخاطر التبديد فهذا يلقي عليه مسؤولية توقف اعتبارات الحذر والتجديد والابداع فيما يتخذه من قرارات وبشكل عام يمكن تصنيف هذه القرارات في أربع مجموعات كما يتضح من الشكل التالي وهي قرارات التمويل وتوزيع الأرباح وإدارة العمليات الجارية وقرارات الاستثمار وسوف نتناولها بشيء من التفصيل أولاً القرارات الاستثمارية ويقصد بالاستثمار الاستخدام المربح للأموال التي يتم توفيرها للمنظمة اثنين قرارات التمويل النوع الثاني من القرارات المالية هو القرار الذي يختص بكيفية تدبير احتياجات المنظمة من الأموال بالكم والنوع المطلوبين وكذلك بالتكلفة وفي الوقت المناسبين ثلاثة قرارات إدارة العمليات الجارية ويطلق على إدارة العمليات الجارية تعبير إدارة رأس المال العامل والعمليات الجارية التي نعنيها هي دورة النقدية المرهونة بكل من دورتي الانتاج والتسويق والتي تبدأ عادة بالنقدية التي توجه لتوفير متطلبات التشغيل ثم لم تلبث أن تتحول من خلال عمليات الانتاج لمنتجات نهائية تتحول بالتبعية لإرادات نقدية بموجب النشاط التسويقي والذي على أثره تتدفق النقدية ثانية إلى خزانة منظمة كما يتبين من الشكل التالي هنا بعض الأمثلة الشكل التالي يوضح قائمة المركز المالي للشركة السعودية الكيمويات كذلك الشكل آخر يوضح قائمة نتائج الأعمال للشركة السعودية للكيمويات رابعا قرارات توزيع الأرباح من القرارات الرئيسية للإدارة المالية ما يتعلق بموضوع توزيع الأرباح على مستحقيها من الملاك أو حملة الأسهم فالمدير المالي كثيرا ما يواجه عمليا مشكلة كيفية التوفيق بين مطلبين على مستوى واحد من الأهمية ملخصها ضرورة التوزيع النقدي للأرباح المحقق على أصحابها لإرضاءهم وحاجة المنظمة في الوقت نفسه إلى محصلة أو محصلة هذه الأرباح لعادة استثمارها في عملياتها الإنتاجية لأهداف التنمية آخذا في الاعتبار أن التوسع في التوزيعات النقدية للأرباح من شأنه رفع سعر الأسهم سوقيا لزيادة إقبال المستثمرين المرتقبين على شرائها مما يزيد من قيمة المنشأة ككل